النهاردة قبل نقضي حلقتنا بنتكلم في موضوع مهم كمان سنة بس احنا بنحط عليه الضوء النهاردة في ألعاب الصلاة كمان سنة ان شاء الله بإذن الله عندنا بطولة كأس العالم لكرة اليد عشرين واحد وعشرين تلاقي في يناير في مصر أكيد كل مصر وكل الأضواء تتحطي عليها عشان منتخبنا باشا الله عليه في المرحلة اللي فاتت ماشي بخطة سابتة قبل ما نوصل لغاية بالحالة كمان أولمبياد توكيو عشرين عشرين لكن بنتكلم كأس العالم في مصر بنتكلم على الموعيد بس يا فحمة في نفس الوقت بيتلعب بطولة أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون منتخب مصر برضو بيلعب فيها الأوقات مع بعض يعني فيه أوفرلاب بينهم فيه أوفرلاب معهم يعني الموعيد دي دخلة مع الموعيد دي لكن كمان عندنا بتحنات وجماعات وعايزين الناس كلها تسابورت كل الناس تسابورت منتخب مصر في المرحلة اللي جاية وبالذات في الفترة بتاعة يناري اللي جاية هنرجع بالزمن شوية لعشرين ستاشر في بطولة أفريقيا كنت أنا مدير بطولة أفريقيا وكان فيه مشكلة عندنا في الموعيد مع برضو الامتحانات ودراسة واتكلمنا على اتحادر أفريقي وحاصر مناقشات وفعلا بطولة اتقدمت أو تسويق عفوا اتأخرت شوية علشان نقدر في الآخر الناس تيجي تحضر المتشاط بالذات ان المتشاط في الصلاة بتاعة مصر لازي تكون مليانة ده منظر مصر قدام العالم فلازم النهاردة نفكر جديا ونشوف الموعيد من دلوقتي عشان اتحاد الدولي للرئيس والدكتور حسن مصطفى نقدر نحرك يوب أو اتنين الناس تقولك دي أجندة دولية أكيد الأجندة دولية بتحترم لكن تحريك البطولات ما فيهاش أدنى مشكلة بالنسبة للاتحاد بالذات انت بتكلم فيها من فترة بدري بتكلم فيها من دلوقتي قبل سنة من انطلاق لأن البطولة دي بطولة مهمة جدا بالذات المنتخب كرة اليد مفرحنا تماما ما شاء الله عليه مفرح مصر من شباب ناشئين ناشئات كمان المنتخب الأول أكيد المنتخب الأول في المرحلة اللي فاتت في كرة اليد فعلا أسعد جمهير مصر بالذات التأهل من فين من جوة تونس من جوة تونس الوضع مختلف لأن كانت أول مرة مصر تكسب تونس في أرض تونس في بطولة رسمية كان فيه بطولات ودية بيننا وبين منتخب تونس الشقيق لكن ما كسبه خسارة لكن في بطولة رسمية دي كانت أول مرة فأكيد لازم كل الناس تتضافر الجهود أن هي تحرك المواعيد بتاعة البطولتين بطولة أفريقيا في الكاميرو مش هتتحرك لأن دي بطولة أفريقيا في كرة قدم فدي معاقدة في بلد تانية فالموضوع مختلف لكن أعتقد الأسهل لأن احنا نشوف موضوع كاس العالم وكاس العالم من الكرة اليد هو الأهم بالنسبة لنا لأن كل مصر هتلتفى حولي السنة دي لازم يطلق على العام مبادرة تاني مرة بقولها وهفضل أقولها السنة دي سنة كرة اليد المصرية دي حقيقة ليه لأن كاس العالم اللي عندنا بـ 32 منتخب هنعقد أول مرة بـ 32 منتخب هيوصلوا مصر بإذن الله في كاس العالم فعايزين الموضوع يختلف عايزين ناس كلها تعرف كرة اليد نجوم كرة اليد المشرفين لازم يقى فيه أحداث كتيرة جدا على كرة اليد إزاعة المباراة شيء مهم جدا عشان كل الناس في مصر ترتبط بكرة اليد كرة اليد دي على مدار التاريخ مفرحة بصر كاس عالم نشئين شباب في مصر تلاتة وتسعين تسعة وتسعين وما قبلها كمان من خمس العالم لسدس العالم لسبع العالم وولمبياد ما شاء الله عليها مراحل كتيرة مصر بتلعب فيها طول مصر تقريبا بقالها تقريبا عشرين اتنين وعشرين سنة من اتنين وتسعين مسافة كبيرة بنلعب داخل الولمبياد بشيء مستمر وبالذات في الفين وستاشر كان الموضوع مختلف كل الدعم للمنتخب مصر لكرة تلديها شيء مهم لأن في الآخر هو هيرفع اسم مصر ما بيرفعش اسم نادي لكن بيرفع اسم مصر أكيد اللي بيرفع اسم مصر كلنا بنيدي الضوء عليه وبنيدي له السابورت ده ده شيء مهم فتاني الموضوع أهم حاجة في الموضوع إن موعيد دي نشوفها ونشوفها نعملها إزاي وبالذات إن وزارة الشباب الرياضة ممكن مع وزارة الرياضة والتعليم يتعاونوا مع بعض في إطار إن هم يقدروا يغيروا موعيد امتحانات الشباب لأن أغلب الناس مهتمية بكرة اليد أكيد الاهتمام ده لازم ينطبع على الموعيد عشان استقدر تشتري بكده دي حاجة بس نقطة حبينا نخط عليها سبوت النهاردة نتمنى إن كل الناس تشتغل على الموضوع ده عشان في الآخر كاس العالم يطلع بشكل بإذن الله متأكدين من اتحاد كرة اليد كلنا ثقة فيه إن هيطلع بشكل مختلف لأن دايما أسرة كرة اليد بتطلع بشكل مختلف دائما وأبدا